السلام عليكم تلاميذ الصف السادس إن شاء الله تكونون بخير اليوم عدنا تكملة مراجعة المادة الداخلة في امتحان نصف السنة وصلنا ضرب الكسور الاعتيادية عدنا أولا ضرب كسر في عدد صحيح لإيجاد ناتج ضرب الكسر هذا 2 على 3 في 9 في عدد صحيح الخطوة الأولى نعتبر مقام العدد الصحيح 1 حتى نجري عملية الضرب تكون علينا أسهل الخطوة الثانية نضرب البست في البست والمقام في المقام 2 في 9 18 3 في 1 3 نلاحظ إنه عدنا تبسيط واختصار الثمانية عشر والثلاثة اثنين يقبلون القسمة على ثلاثة إذن نقسم على ثلاثة ثلاثة كم ثلاثة بها واحد والثمانية عشر كم ثلاثة بها ستة إذن الناتج هو ستة ثانيا عدنا ضرب كسر في كسر لإيجاد ناتج ضرب هذا الكسر 5 على 7 فيه 3 على 4 نضرب البست في البست والمقام في المقام نضرب 5 فيه 3 خمسة عشر وسبعة فيه 4 ثمانية وعشرون واضح؟ ثالثا عدنا ضرب عدد كسري في كسر من عدنا عدد كسري بالضرب والقسمة من عدنا عدد كسري الخطوة الأولى لازم نتخلص من العدد الصحيح قلنا أشنا نتخلص من العدد الصحيح نضع علامة هوني فيه وزائد نضرب 6 فيه 4 24 زائد 4 28 والمقام يبقى نفس ما هو 6 فيه 2 على 7 الخطوة الثانية قلنا إذا عدنا اختصار أو تبسيط للكسر رح نختصر نلاحظ أنه 28 والسابعة 2 من جد والضرب 7 2 يقبلون القسمة على 7 إذن رح نقسم على 7 7 كم 7 بيها 1 28 كم 7 بيها 4 وال6 وال2 2 يقبلون القسمة على 2 2 كم 2 بيها 1 6 كم 2 بيها 3 الخطوة الثالثة رح نضرب البسط في البسط والمقام فيه المقام 4 في 1 3 في 1 3 واضح؟ إذا طلعنا البسط أكبر من المقام قلنا هنحول الكسر الاعتيادي إلى عدد كسري باستخدام القسمة هنقسم أربعة تقسيم ثلاثة قسمة طويلة مثل ما تعلمنا واضح؟ من يجينا عدد كسري الخطوة الأولى نتخلص من العدد الصحيح ثم نختصر إذا عدنا اختصار ونضرب البسط في البسط والمقام فيه المقام واضح؟ إذن خطوات ضرب الكسور الخطوة الأولى تحويل الأعداد الكسرية إلى كسور اعتيادي ثانيا الاختصار إذا عدنا اختصار بين البسط والمقام ثالثا ضرب البسط معا والمقامات معا أدنا التمارين أيضا تراجعوها وتدرسوها محلولة أتكم داخل الدفتر أدناها المسألة الثانية مهمة مثلا أدناها قطعة سلك من المعدن طولها 2 على الصحيح و2 على 4 متر ما طول 22 قطعة من هذا السلك عطانا طول قطعة سلك واحدة طول قطعة السلك الواحدة هي 2 على الصحيح و2 على 4 المطلوب طول 22 قطعة أعطانا طول قطعة سلك واحدة والمطلوب 22 قطعة من أعطانا واحد ويغيد الكل إذن العملية هي ضرب هحن نضرب الاثنان عدد الصحيح و2 على 4 في 22 عدد القطعة حتى يطلعنا طول 22 قطعة فهحن نجي نضرب قلنا من عدنا عدد صحيح عدد كسري من عدنا عدد كسري الخطوة الأولى هحن نتخلص من العدد الصحيح قلنا نضع علامة فيه وزائد ويساوي 4 في 2 ثمانية زائدا 2 عشرة عشرة والمقام يبقى نفس ما هو أربعة فيه الـ 22 قلنا نعتبر المقام واحد العدد الصحيح دائما نعتبر مقام واحد الخطوة الثانية قلنا نختصر إذا عدنا اختصار نلاحظ أنه العشرة والأربعة اثنين يقبلون القسمة على اثنان إذن الأربعة كم اثنان بها اثنان العشرة كم اثنان بها خمسة نلاحظ هسا عدنا الـ 22 تقبل القسمة على اثنان والاثنان تقبل القسمة على اثنان إذن نختصر مرة أخرى على اثنان الاثنان كم اثنان بها واحد الاثنان وعشرون كم اثنان هاي الاثنان كم اثنان واحد وهذه الاثنان كم اثنان واحد إذن بيها 11 حسا بما أنه مقامات صاغة واحد ما عدنا بعد اختصار هح نجي نضرب هح نضرب الباست فيه الباست خامسة فيه 11 خمسة وخمسون إذن خمسة وخمسون هاش نقلنا خمسة وخمسون متر طول 22 قطعة من السلك واضح عدنا أيضا عدنا أيضا قسمة الكسور الأتيازية أدنا أولا قسمة عدد صحيح على كسر أتيازي من أدنا قسمة عدد صحيح تقسيم كسر أتيازي الخطوة الأولى قلنا نعتبر دائما مقام العدد الصحيح واحد بالقسمة الخطوة الأولى هي نحول القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني نحن نحول هذه القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني الواحد على اثنان حسا اثنان على واحد ونجي نضرب الباست في الباست والمقام فيه المقام 4 في 2 ثمانية بما أنه المقامات واحد فإذا كتبناها أو ما كتبناها نفس الشيء ثانيا عندنا قسمة كسر اعتيادي على عدد صحيح بالعكس عندنا قسمة كسر اعتيادي تقسيم عدد صحيح دائما العدد الصحيح قلنا نعتبر المقام واحد ونحول القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني كان 4 على 1 إسا 1 على 4 ونحن نضرب البسط في البسط والمقام فيه المقام 1 في 1 و1 2 في 4 ثمانية واضح؟ أدنى ثالثا قسمة كسر اعتيادي على كسر اعتيادي أدنى ثلاثة على أربعة تقسيم 9 على ثمانية بالقسمة الخطوة الأولى نحول القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني ونحول القسمة إلى ضرب والكسر الثاني 9 على 8 حيث 8 على 9 بعدين نوشع إذا عدنا اختصار قلنا نختصر قبل ما نضرب فنلاحظ أن الأربعة مع الثمانية الثمانية يقبلون القسمة على أربعة إذن الأربعة كم أربعة بها واحد الثمانية كم أربعة بها اثنان والثلاثة والتسعة الثمانية يقبلون القسمة على ثلاثة الثلاثة كم ثلاثة واحد الثلاثة كم ثلاثة بها ثلاثة نحن نضرب البسط في البسط والمقام فيه المقام واحد فيه اثنان اثنان واحد فيه ثلاثة ثلاثة واضح؟ وعند قسمة عدد كسري على عدد كسري من عدنا قسمة عدد كسري على عدد كسري بالقسمة والضرب قنا الخطوة الأولى نتخلص من العدد الصحيح إذا عدنا عدد كسري نحوله إلى كسر اتيازي الشانقنا نضع علامة فيه وزائد نحن نحول الكسر الأول خمسة في ثلاثة خمسة عشر زائدا واحد ستة عشر والمقام يبقى نفس ما هو القسمة تنزل نجي هوني خمسة في واحد خمسة زائدا ثلاثة ثمانية على خمسة الخطوة الأولى نتخلص من العدد الصحيح الخطوة الثانية نقلب القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني قلبنا الكسر الأول يبقى نفس ما هو القسمة تقلب إلى ضرب الثمانية على خمسة خمسة على ثمانية الخطوة الثالثة نختصر إذا عدنا اختصار نلاحظ أن الثمانية مع الستة عشر اثنينم يقبلون القسمة على ثمانية الثمانية كم ثمانية بها واحد الستة عشر كم ثمانية بها اثنان والخمسة مع الخمسة اثنين على خمسة بها واحد وهي هم كم خمسة بها واحد احنا نجي نضرب الخطوة الثالثة نضرب البسط في البسط والمقام فيه المقام اثنان فيه واحد اثنان المقام بما انه واحد اذا كتبنا على واحد او ما كتبنا قلنا نفس الشيء واضح وتراجعون باقية الامثلة مع التمارين محلولي اتكم داخل الدفتر